السلام عليكم أعزائي التلاميذ مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص التمارين المخصصة لتلاميذ السنة ثانية من التعليم ثانوي الإعدادي مادة الفيزياء والكيمياء الجزء الثالث الكهرباء في حصة اليوم سنقوم بإنجاز تمارين حول التوتر الكهربائي المتناوب الجيبي لكن قبل ذلك سنحاول معا تذكر المحاور الأساسية التي تطرقنا إليها في درس الطيار كهربائي المتناوب الجيبي أولا تعرفنا على جهاز يسمى راسم التدبدب إذن ما هو جهاز راسم التدبدب؟ توصلنا إلى أن جهاز راسم التدبدب يستعمل لمعاينة التوتر الكهربائي بدلالة الزمن ويحتوي على العناصر الأساسية الثالية أولا نجد شاشة مدرجة بالسنتيمتر أفقيا ورأسيا بحيث المحور الأفقي فهو محور الزمن والمحور العمودي فهو محور التوتر جيد كذلك نجد مربطان يسميان المدخل X و Y بالإضافة إلى مربط يسمى الهيكل نجد أيضا زر لضبط الحساسية الأفقية وكذلك زر لضبط الحساسية الرأسية بالإضافة إلى عناصر أخرى بعد ذلك قمنا بالتمييز بين نوعين من التوتر الكهربائي إذن تعرفنا على التوتر الكهربائي المستمر فهو توتر ثابت ولا يتغير مع مرور الزمن فكما تلاحظون في الشكل فهو عبارة عن خط أفقي مدازي لمحور الزمن فهو لا يتغير بدلالة الزمن جيد بعد ذلك تعرفنا على التوتر المتناوب الجيبي جيد فما هو التوتر المتناوب الجيبي؟ إذن توصلنا إلى أنه توتر يتغير بدلالة الزمن فلدينا الشكل أسفله يوضح هذا التوتر إذن تلاحظون فهو على شكل تموجات منتظمة موازية مماثلة لنحور الزمن جيد إذن تعرفنا على جهاز راسم التدبدو وكذلك على التوتر الكهربائي المستمر والتوتر الكهربائي المتناوب الجيبي جيبي الآن كذلك طبق أن رأينا في درس التوتر الكهربائي المتناوب الجيبي أن له أربع مميزات فما هي هذه المميزات؟ إذن تعرفنا على المميزة الأولى وهي القيمة القصوى وهي أعلى قيمة يأخذها التوتر أي القيمة الموافقة لقمم المنحة ويرمز لها ب U Max وحدتها الفولت وتحسب بالعلاقة الثالية U Max تساوي Y ضارب S V بحيث U M هي القيمة القصوى للتوتر و S B هي الحساسية الرأسية و Y عدد القسمات التي تفصل القمم عن المحور الأفقي جيد الآن سنمر إلى المميزة الثانية وهي القيمة الفعالة هي القيمة التي يقيسها جهاز البولت مدر وهي مخالفة لقيمة التوتر القصوية ويرمز لها D E إثيكاس إذن لدينا علاقة تجمع بين القيمة القصوى والقيمة فعالة وهي U ماكس تساوي U إثيكاس ضارب جدر إثنان الآن سنمر إلى المميزة الثالثة وهي الدور 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 لتوتر متناوم جيبي هو المدة الزمنية التي يستغرقها هذا التوتر لاسترجاع نفس القيمة وفي نفس المنحة وحدته العالمية هي الثانية ويحسب بتطبيق العلاقة الثانية T تساوي X مضروبة T S H بحيث أن T هو الدور و SH الحساسية الأفقية و X عدد القسمات الموافقة للدور أي الجزء الأصغر المتكرر من المنحنة نعم تعرفنا على ثلاث مميزات الآن المميزة الأخيرة وهي التردد تردد توطر متناوب JV هو عدد الأدوار في الثانية الواحدة ويرمز له بالحرف S وحدته العالمية هي الهرد ويحسب بالعلاقة التالية S تساوي واحد على T أي هناك علاقة تجمع بين التردد والدور بحيث أن F هي التردد يقوم بالهرد والتي هو الدور بالتانية جيد إذن تعرفنا على أربع مميزات وهي القيمة القصوى القيمة الفعالة الدور والتردد إذن بعد هذه المراجعة سنمر إلى إنجاز ثمارين المخصصة لهذه الحصة أتمنى أن تكونوا قد استوعبتم هذه الفقرات عفوث إذن الآن سنمر إلى التمارين إذن التمارين الأول لدينا تمثل الوثيقة أسفله صورة لراسم التدبد المركب في دارة كهربائية لمعاينة التوتر الكهربائي بين مربطين مولد إذن لدينا شاشة هناك منحنة على الشاشة لدينا الحساسية الأفقية والحساسية الرأسية إذن سنمر إلى الأسئلة إذن السؤال الأول حدد الحساسية الرأسية المستعملة S vertical يعني سنسبيلتي vertical سؤال الثاني مطلوب وهو حدد الحساسية الأفقية المستعملة SH سنسبيلتي horizontal سؤال الثالث ماذا يمثل نحور الأراتيب السؤال الأخير وهو ماذا يمثل نحور الأفاصيل جيد سأترك لكم بعض الوقت لإنجاز التمرين إذن الهدف من هذا التمرين وهو التعرف جيدا على راسم التدبد وعلى علاصره وكيف نقوم بضبط الحساسية الأفقية والحساسية الرأسية إذن جيد أتمنى أن تكونوا قد انتهيتم من إنجاز هذا التمرين لكي نمر إلى التصحيح إذن سنمر إلى حل التمرين الأول السؤال الأول حدد الحساسية الرأسية المستعملة إذن سنحدد الحساسية الرأسية انطلاقا من جهاز راسم التدبد الذي قلنا نستعمله لمعاينة التوتر بدلالة الزمن إذن لقد قمنا بضبط الحساسية الرأسية في خمسة فولت فار ديريزيون إذن انطلاقا من الشكل نلاحظ أنه تم ضبط الحساسية المستعملة على القيمة فبت تساوي خمسة فولت على ديريزيون جيد إذن لقد قمنا بتحديد الحساسية الرأسية تلاقا من جهاز الآن سنمر إلى السؤال ثاني والمطلوب تحديد الحساسية الأفقية المستعملة S10 كذلك لقد قمنا بضبطها مسبقا على جهاز الرأس تلاقا من الشكل نلاحظ أنه تم ضبط الحساسية الأفقية المستعملة على القيمة كم على القيمة FH تساوي خمسة ميلي سيجوند على ديفيزيون جيد إذن الآن تعرفنا على كيفية تحديد الحساسية الرأسية والأفقية تلاقا من الجهاز الآن سنمر إلى السؤال الثالث ماذا يمثل محور الأراتيب إذن محور الأراتيب هو المحور الرأسي إذن المحور الرأسي سيمثل محور ماذا هل محور الزمن أم محور التوتر إذن من خلال قيمة الحساسية الرأسية نلاحظ أن الحساسية الرأسية تساوي خمسة VOLT على الديفيزيون VOLT يمثل التوتر ودالتالي نحور الأراتيب يمثل تغيرات التوتر الكهربائي U الذي نرموز به بالحرف U جيد الآن سنمر إلى سؤال آخر في هذا تمريد ماذا يمثل محور الأفاصيل محور الأفاصيل وهو المحور الأفقي إذن سنلاحظ كذلك قيمة الحساسية الأفقية لدينا SH تساوي خمسة ميلي سيجون على تانية وبالتالي لدينا ميلي سيجون ميلي سيجون يمثل وحدات ماذا وحدات الزمان جيد وبالتالي ماذا يمثل نحور الأفاصيل يمثل نحور الأفاصيل الزمان ت جيد إذن محور الأراتيب فهو محور توطر ويكون بالوحدة الفولت ومحور الأفاصيل فهو محور الزمان وتكون وحدته بالتانية جيد إذن لقد انتهينا من إنجال أو تصحيح التمرين الأول الذي هدفه هو تعرف على جهاز راسل التدبد وعلى محاوره المحور الأفاصيل الذي يمثل محور الزمن ومحور الأراتيب الذي يمثل التوتر وكذلك تعرف على زر ضبط الحساسية أفقية وزر ضبط الحساسية الرأسية جيد لقد نتهينا من التمرين الأول الآن سنمر إلى إنجاز التمرين ثاني نعم إذن تمرين ثاني ما المطلوب إذن لدينا يمثل الرسم التدبد بجانبه منحنا تغير التوتر بدلالة زمن ت جيد لدينا شكل جانبه يمثل تغير التوتر بدلالة زمن إذن نلاحظ شكل تموجات منتظمة مماثلة لمحور الأفاصيل الآن سنمر إلى الأسئلة إذن ما المطلوب بهذا التمرين إذن لدينا المعطاية نعطي الحساسية الأفقية SH تساوي 1 ميليسيجون على الديفيزيون أخوان والحساسية الرأسية SB تساوي 3 فولت على الديفيزيون جيد إذن هدو في المعطايات الآن سنمر إلى الأسئلة السؤال الأول ما طبيعة التوتر المدروس السؤال الثاني حدد مبيانيا القيمة القصوية للتوتر UMAX سؤال سؤال ثالث ذكر بالعلاقة بين التوتر الفعال UF وإفكاس والتوتر القصوية UMAX جيد السؤال الرابع وهو أحسب قيمة التوتر الفعال UF إفكاس جيد السؤال ما قبل الأخير حدد مبيانيا دور التوتر P لن تحديد P السؤال الأخير وهو استنتج التردد F لهذا التوتر جيد لن تأثرك لكم بعض الوقت لإنجاز هذا التمرين إذن يجب الاستعانة بالعلاقات التي درسناها أو لا تطرقنا إليها خلال الدرس إذن العلاقات المتعلقة بمميزات توطر الكهرباء المتناول الجيبي جيد إذن الآن سنمر إلى صحيح هذا التمرين حل التمرين ثاني وهو لدينا الشكل سنعتمد على الشكل إذن السؤال أول ما طبيعة التوتر مدروس إذن يجب تحديد طبيعة التوتر مدروس إذن إذا لاحظنا الشكل نلاحظ أن الشكل على شكل تموجات منتظمة مماثلة لنحور الزمن أي أنه يأخذ قيم موجبة وسالبة وبالتالي ما طبيعة هذا التوتر لما أن المنحنى يأخذ قيم سالبة وقيم موجبة مع مرور الزمن أي على شكل تموجات منتظمة ومماثلة حول المحور الأفقي أي محور الزمن للشاجر فإن التوتر المدروس عبارة عن توتر متناود جيبي جيد حسن جدا إذن تعرفنا على توتر الموجود على الشاجر فهو توتر متناود جيبي جيد الآن سنمر إلى السؤال الثاني إذن بعدما تعرفنا على نوع التوتر الآن سنحدد مبيانيا قيمة القصوية للتوتر ايماكس جيد إذن مبيانيا لدينا قلنا أن محور الأراتيب يمثل التوتر U بحيث نستعمل علاقة لتحديد يماكس مبيانيا يوجد بها Y عدد تدريجات العمودية و S V الحساسية العمودية إذن ما هي العلاقة التي نستعمل لحساب التوتر القصوي إذن نعلم إذن في المنحنة نلاحظ UMAX إذن نعلم أن UMAX تساوي Y ضارب S B إذن بحيث أن نقلنا Y هي عدد تدريجات العمودية و Y هي الحساسية العمودية جيد الآن سنقوم بتطبيق العدد Y كم تساوي إذن إذا لاحظنا المنحنة Y يساوي 3 إذن قمنا بحيث Y 1 2 3 إذن لدينا 3 تدريجات إذن 3 division والحساسية العمودية قمنا بدبطها مسبقا إذن ضارب 3 إذن قمنا بدبطها في 3 volt على division جيد إذن كم تساوي أو لا كم يساوي توطر قصوى Y Max يساوي 9 volt إذن طلاقا من المنحنة قمنا بتحديد القيمة القصوية للتوتر Y Max من خلال علاقة Emax تساوي Y ضارب S V جيد الآن سنمر إلى السؤال المواهي والمطلوب هو تذكير بالعلاقة بين التوتر الفعال في إثيكاس والتوتر قصوى Emax إذن لدينا علاقة تجمع هذه المقدارين فما هي هذه العلاقة إذن من يذكرني إذن نعلم أن E التوتر عفوان الفعال والتوتر القصوية جيد الآن سنمر إلى حساب قيمة التوتر الفعال E-Efficac إذن وسنستعمل العلاقة التي قمنا بتذكرها إذن سنستعمل العلاقة E-Efficac تساوي Emax على جدر 2 لقد قمنا بحساب Emax في السؤال السابق وبالتالي سنمر إلى سبق العدد مباشرة بحيث E-Efficac تساوي 9 على جدر 2 إذن Emax تساوي 9 إذن النتيجة المحصل عليها وهي E-Efficac تساوي 6.36 بولت إذن من خلال هذه الأسئلة السؤال الثالث والرعب قمنا بالتحديد العلاقة بين التوتر الفعال والتوتر القصوية وقمنا بتطبيق هذه العلاقة وحساب التوتر الفعال جيد الآن سنمر إلى السؤال الخامس في السؤال الخامس مطلوب تحديد تحديد مبيانيا دور التوتر الت يعني انطلاقا من المنحنة إذن لدينا في مبيان ت هو المدة الزمنية التي يستغرقها التوتر لاسترجاع القيمة نفسها وفي المنحة نفسه وحدة الضور هي الثانية إذن لحساب الضور مبيانيا لدينا علاقة تجمع بين إكس وهو عدد التدريجات على محور أفاصل والحساس الأفقية أس أش جيد إذن ما هي هذه العلاقة لدينا ت تساوي إكس ضارب أس أش بحيث قلنا أن إكس هي عدد تدريجات أفقية يعني في محور الأفاصل وأس أش هي الحساسية الرأسية إذن انطلاقا من المنحنة لدينا إكس تساوي أربع تدريجات إذن قمنا بحساب الدريجات لدينا 1 2 3 4 من الرؤوس إذن أربع ديفيزيون مضروبة إس أش قمنا بتحديدها سابقا وهي 1 ميليسيون على ديفيزيون جيد النتيجة التي سنحصل عليها هي تساوي أربع ميليسيون ولكن إذا أردنا تحويل هذه القيمة إلى سيون سنقوم دي قسمة العدد أربعة على ألف إذن ستصبح النتيجة المحصل عليها هي 0.004 ثانية جيد إذن لقد توصل قمنا بحساب دور نديانيا انطلاقا من العلاقة ت تساوي إكس طارد س والنتيجة المحصل عليها هي 0.004 ثانية جيد الآن سنمر إلى السؤال الأخير وهو استنتاج التردد لهذا التوتر إذن ما هي العلاقة التي تجمع بين التردد والدور الذي سنستعمله لحساب التردد إذن نعلم أن F تساوي 1 على T جيد إذن هذه العلاقة التي سنستعمل لحساب التردد إذن قمنا تحساب طور سابقا إذن تطبيق العدد هو F تساوي 1 على T تساوي 1 على 0.004 والنتيجة المحصلة عليها أن قيمة التردد هي 250 هرد جيد إذن من خلال الفقرة الأخيرة لهذا التردد تعرفنا على تحديد دور التوتر T انطلاقا من المنحنة وكذلك تنتاج العلاقة التي تجمع بين التردد F والضو وكذلك حسابه من طلاقا من العلاقة F تساوي 1 على T جيد لقد وصلنا إلى نهاية هذه الحصة أتمنى أن تكونوا قد كنتم بإنجاز تماري بسهولة من خلال التذكير الذي قمنا به في الأول إذن إلى حصة جديدة إن شاء الله إلى اللقاء أعزائي التلاميذ